كما أوضح الرئيس السيسي أن مصر تستهدف الانتهاء من منظومة التأمين الطبي الشامل خلال عشر سنوات بدلاً مما كان مقدراً من قبل بخمس عشر سنة وأضاف أنه تم إطلاق المنظومة وتطبيقها في خمس محافظات حتى الآن وخلال العشر سنوات سنكون قد نفذنا برنامج تأمين طبي شامل لكل المصريين يمكن أن تقدرش تأمين طبي شامل كامل في دولة زي مصر في فترة زمنية قليلة نحن مستهدفين أن تأمين الطبي الشامل في مصر ينتهي خلال عشر سنوات نتمنى كده ونشتغل على كده ولما طرح الأول عرض علي في هذا الموضوع كانوا يتكلموا في عدد سنين أكتر من كده كانوا يتكلموا في خمسة عشر وعشر سنة وأنا قلت لهم أنا ما أقدرش أبدا أن نقدر نأجل تقديم خدمة طبية زاد شأن لمواطنين بعد عشرين سنة طبعا في موارد وفي بنية أساسية طبية لازم تكون موجودة لكن إحنا اشتغلنا وأطلقنا البرنامج وتحركنا فيه ونتكلم في خمس محافظات دلوقتي وبنقول إن إحنا إن شاء الله في خلال المدة اللي إحنا ألزمنا بها نفسينا الحكومة أو يعني من حتى يأتوا بعدين ينفزوا هذه الخطة خلال عشر سنوات نكون عملنا تأمين طبية شامل لكل المصريين